بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كالعادة وفتني القناة بالأسئلة التي وجهها المتابعون وسوف أقرأ هذه الأسئلة ثم أجيب عليها واحدا واحدا السؤال الأول يقول من الكاتبها والصحفية دلع المفتي تسأل هل ما زال هناك أمل بنا؟ ألا تصاب بالإحباط؟ ألا تيأس من محاولة التنوير؟ وإجابتي على ذلك أننا مجتمعات تبرمجت بثقافة وأدت معنى الحياة وحرمت الناس من جماليات الوجود التي يزخر بها الكون وقدرنا أن نحاول تغيير هذا الوضع أن نحاول تغيير هذا الوضع لكن من طبيعة البشر أن لا يستجيبوا لأفكار تغير ما اعتادوه وما تبرمجوا به ولهذا لا ننتظر أن يستجيب الناس لنا مباشرة وإنما نقول ما لدينا نقول ما نستطيع أن نقوله ولا ننتظر منهم استجابة سريعة وإنما نعرف أن تغيير أفكار الناس ليس بالشيء السهل بل إنه محاولة لتغيير طبيعتهم فالإنسان يتبرمج في طفولته بالثقافة التي نشأ عليها ثم لا يستطيع ثم تصبح هذه الثقافة هي معاييره للحكم على ما يسمع أو يرى أو يمارس فلست يائسا لأن هذه هي طبيعة البشر ولذلك علينا أن نعمل ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يأتي النبي وليس معه أحد معنى هذا أنه يبعث الرسول ويتنتهي حياته دون أن يستجيب له أحد فإذا كان هذا مع الأنبياء فكيف مع أفراد عاديين مثلنا فنحن لا ننتظر منهم أن يستجيبوا وإنما علينا أن نقول ما نعتقد أنه الحق وأنه يفيد المجتمع وأنه يساهم في تطوير أمتنا وليس علينا أن ننتظر وليس من حقنا أن ننتظر أن يستجيب الناس لأن هذه ليست من طبيعتهم وإنما قد تأتي أجيال تستجيب لما نحاول أن ننشره السؤال الثاني من عبد الله يقول هل يكرر البليهي نفسه منذ عشرين سنة أنا تحدثت عن معظم ما يهم الناس والمجتمعات والإنسانية أجمع قضايا متعددة جدا أنا متأكد أن هذا السائل نفسه لم يستوعب ماذا قلت فالمسألة ليست مسألة التكرار إنما مسألة استجابة يعني أنا قلت الكثير وتناولت قضايا كثيرة جدا فأنا لست أكرر نفسي وإنما أبحث القضايا الإنسانية فعندما يأتي ذكر الإنسان أو الحضارة أو الحضارة الغربية أو التخلف هذه مفردات ومفاهيم يجب أن تتكرر في كل المواقف لأنني أصلا معني بمحاولة تفكيك ثقافة التخلف والتحليلها وإبراز مقومات دخول الحضارة المعاصرة والانتساب للمجتمع الإنساني بأكمله فهذه المفردات لا بد أن تتكرر لكن المضمون لا يتكرر والنهاية أيضا يهمني أن يستجيب الناس وليس أن فهذا الذي يقول أنك تكرر نفسك لم يكلف نفسه بأن يتأمل أو يبحث أو يفكر ماذا قلت أنا متأكد أنه يقول هذا الكلام ارتجالا السؤال الثالث من الأخ محمد العتيبي يقول هل داعش نبتة سلفية أم وليدة مؤامرات استخبارية إقليمية أعتقد أن السائل أعتقد أن السائل يدرك الجواب بنفسه وطريقة سؤاله تدل على أنه يعرف أن كل المظاهر العنفية هي نبتة محلية وليست مؤامرات استخبارية وحتى المؤامرات استخبارية لا تستطيع أن تعمل إلا في بيئة تستجيب لما تريد لها فالمهم هو أننا سواء نحن الذين خلقنا هذه الظواهر أم استثمرها واستغلها الآخرون فإن المهم أنها المهم هو القابلية التي توجد في مجتمعنا لمثل هذه الظواهر العنفية السؤال الخامس يقول ما هي نظرته فيما يتعلق بتطبير الشريعة الإسلامية بشتى مفاهيمها وليس فقط في الحدود هذه قضية واسعة جدا ولا أستطيع أن أتحدث فيها باقتضاب في مثل هذه المناسبة الضيقة السؤال السادس من حكيم موسى قلت في اللقاء من يريد أن يستمر على طريقة تفكير أجداده وأهله وتراثه سيبقى خارج النسق الحضاري العالمي المشكلة ليست مشكلة فرد يسهل حلها وإنما هي ثقافة مجتمعية عامة فما الحل طبعا أنا هو لا يمكن أن يأتي التغيير تلقائيا ولا يمكن أن يأتي من الأفراد ومن الناس وإنما يأتي عندما تتوفر القناعات عند قادة الرأي وقادة الفعل عندما تتوفر الإرادة إرادة التغيير عند قادة الفعل بالدرجة الأولى وقادة الفكر يكون هناك إمكانية التغيير أما إذا كنا نحن والآن مر علينا قرنان كاملان أكثر من قرنين كاملين منذ اصطدمنا بالحضارة الغربية ومازلنا نزداد تخلفا لماذا؟ لأنه لم يكن هناك إرادة ولا تفهم للتغيرات النوعية التي طرأت على الحضارة الإنسانية السؤال السابع من الأخ عبد السلام اليميني يقول كيف تريد للتعليم أن يكون ضد المجتمع أقصد أن يكون لصالح المجتمع لكن ضد الأفكار السائدة التي تعوقه عن الانطلاق ضد الأفكار السائقة يعني هو بالعكس نحن نريد أن يكون تعليما يرفع شأن المجتمع ولكن لا يستجيب للرأي الساذجي السائد الذي يظن الكثيرون أن هذا هو الذي يجب أن ينتظم عليه وأن يستمر عليه السؤال الثامن من الأخ جابر المالكي هل للحضارة صورة واحدة أم صور شتى؟ وهل يمكن أن توجد حضارة شمولية وثقفية محيطة بجميع جوانب النفس الإنسانية؟ لا الحضارة واحدة يعني قد تتشكل الأساليب فقط يعني مثلا عندما نريد أن ننشئ مصنع للسيارات نصنع سيارة من خشب مثلا لابد أن نلتزم بأصول صناعة السيارات أما شكل السيارة نفسها فيعود للمصممين هذا نفس الشي الحضارة لها مقومات يجب أن نأخذ بها مقومات تتعلق بالفرد تتعلق بالسياسة تعلق بالمجتمع بالمؤسسات المجتمع بالمؤسسات السياسية إلى آخر بمؤسسات التعليم وشكله واتجاهاته واتماماته يعني مقومات الحضارة ودخول الحضارة هي واحدة ولا نستطيع أن ننوع في المقومات وإنما نستطيع أن ننوع في الممارسة في الأساليب في التصاميم الشكلية أو التي تخص كل مجتمع لوحده لكن مقومات الحضارة هي مقومات الحضارة سواء كانت في اليابان أم في أمريكا أم في بريطانيا أم في أي مكان في العالم ويسأل أيضا يقول حول نقطة اليونسكو كأنك تدعو لأن تكون البشرية نسخة لقالب واحد أليست التعددية والاختلاف طبيعة إنسانية وميزة أيضا؟ نعم الذي أدعو إليه هو أن تنفتح المجتمعات كلها مجتمعاتنا المنغلقة عليها أن تنفتح مجتمعاتنا المنغلقة عليها أن تنفتح لكل التنوعات الفكرية السائدة في العالم وأن تختار ما يناسبها فالتعددية هي المطلوبة ومقومات الحضارة التي أدعو إليها وأدعو اليونسكو أيضا أن تأخذ بها هي تأكيد التعددية لكن ليست تعددية المحافظة على التخلف وإنما التعددية التي تنتشل المتخلفين من واقعهم البائس إلى واقع أفضل السؤال العاشر من الأخ سنيد يقول ألا تعتقد أن مطاردة التغيرات من الخلف وملاحقتها لا يجري وأن المهم لا يجدي وأن المهم وجود مراكز لإخراج خارطة طريق للمجتمع المحلي الذي يهمنا والمهم أن لا نتقوقع أن لا نتقوقع على أنفسنا وأن نتعرف على تجارب العالم نتعرف لماذا بلد صغير مثل سنغافورة لا يملك أي مقومات لا يملك أي ثروات طبيعية استطاع أن يحقق إنجازات هائلة كذلك كوريا الجنوبية البرازيلة الآن بدأت تقفز الهند تطورت جدا هذه المجتمعات التي تطورت تطورت بمقدار ما أخذت من الأفكار العالمية التي حققت التطور لمن سبقهم ولذلك علينا أن نأخذ بهذه المقومات إذا أردنا أن نكون ضمن المسيرة الحضارية الإنسانية الأخ محمى أحمد الضبياني يقول هل هناك علاقة بين الفكر الداعشي والجهل المركب؟ بدون شك أن الإسلام يختلف جذرياً عما تحاول إشاعته وممارسته كل التنظيمات الجهادية التي تقتل من لا ذنب له تقتل من لا ذنب له وبطريقة عمية عشوائية تقتل ناساً لا علاقة لهم بالسياسة ولا بداعش نفسها ليسوا معادين لداعش ولا علاقة لهم بداعش وإنما تقتل أشخاصاً بريئين من أجل أن تؤذي آخرين إذا كنت تعادل آخرين اذهب إليهم رأساً لا تقتل الأبرياء فبدون شك أن ما يفعل هذا هو الجهل المركب ولذلك أنا عندي مشروعي كله يحمل عنوان تعسيس علم الجهل لتحرير العقل لتحرير العقل لكي ينفتح على كل الأفكار وليدرك الحقائق كماهي وليس كما يريده هو وليس كما روجها أهل الأهواء والسؤال الأخير من موناء الطويل يقول ما هو مشروعك القادم مشروعي القادم هو أن أواصل نشر أنا عندي مشروع فكري كما أشرت وسوف قريباً إن شاء الله سينشر الكتاب الأول وهو يتضمن النظرية الأساسية وهي بعنوان التلقائية مفتاح الطبيعة البشرية ثم يتلوه كتاب مهم وهو يتتبع كيف تتطور المجتمعات عنوانه الريادة والاستجابة ثم كتاب آخر عن عبقرية الاهتمام التلقائي وهو ينقد التعليم في كل العالم وليس في مجتمعنا فقط ويؤكد بأن التعلم لا يكون إلا اندفاعاً أما إذا كان اضطراراً فإنه ليس تعلماً حقيقياً وليس تعلماً مجدياً وإنما هو تعلم فيه ضياع للأعمار والأموال وهدر للطاقات إلى ما لا نهاية فنصف أعمار أجيال تذهب في التعليم ولكنه تعليم لا يكون مجدياً وهذا حتى في المجتمعات المجدهرة أما في المجتمعات المتخلفة فإنه يكرس التخلف ويجعل الطلاب أكثر تحجراً عما كان عليه أسلافهم وشكراً للجميع